بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اليوم يقول بإذن الله رح نتعرف على الدرس الثاني لهذا الفصل وهو الفضاء والنجوم والمجرات رح نتعرف من خلال هذا الدرس على المقصود بالطيف الكهرومغناطيسي رح نحدد الفرق بين منظار الفلك العاكس والمنظار الكاسر رح نقارن بين منظار الفلك البصري والراديو ورح نفسر لماذا تبدو النجوم وكأنها تتحرك في السماء أيضا رح نصف بعض المجموعات النجمية ونوضح دورة حياة النجوم استكشاف الفضاء يساعدنا دائما على فهم عالمنا ويساعدنا على فهم الكون الذي نعيش فيه واتساع الكون وموقع الأرض في هذا الفضاء بداية رح نتعرف على الموجات الكهرومغناطيسية ماذا أقصد بالموجات الكهرومغناطيسية بداية ماذا أقصد بموجه عندما ننظر إلى نجم فإنما تراه إنما هو في الواقع الضوء الذي انطلق من هذا النجم ومع أن الضوء يسير بسرعة كبيرة جدا فإن المسافات بين الأجرام في الفضاء هائلة الاتساء إلى درجة أن ضوء بعض النجوم قد يستغرق ملايين السنين حتى يصل إلى الأرض يعد الضوء وأشكال الطاقة الأخرى التي تغادر النجم من أشكال الأشعة الكهرومغناطيسية التي تنقل موجاتها الطاقة عبر كل من الفراغ والمادة بخلاف موجات الصوت التي لا تنتقل إلا في وسط مادي والأشعة الكهرومغناطيسية متنوعة الترددات الأشعة الكهرومغناطيسية عندما تكون مرتبة خلف بعضها البعض يطلق عليها طيف كهرومغناطيسي يعتمد الطيف الكهرومغناطيسي على التردد وطول الموجة موجات الراديو والضوء المرئي نوعين من الأشعة الكهرومغناطيسية وعندنا أيضا الأشعة السينية والأشعة البنفسيجية وأشعة غاما يستخدم الفلكيون وسائل عدة لرصد الكون ومنها المناظير أو لنسميه تلسكوب تعمل المناظير على التقاط هذه الأشعات الكهرومغناطيسية التي تشعها الأجرام السماوية فتزود العلماء بمعلومات وصور حول هذه الأجرام وهذه النجوم طيب المناظير تكون نوعين إما بصرية أو راديوية المناظير البصرية تنقسم إلى مناظير فلكية بصرية كالمنظار الكاسر والمنظار البصري العاكس طيب ما هو الفرق بين الكاسر والعاكس؟ الكاسر يكسل الضوء بواسطة عدسة محدبة لاحظ هنا العدسة المحدبة ويقصد بعدسة محدبة أنها بارزة قليلا لاحظ أنها محدبة راح يجتمع الضوء فيها يدخل وتلتقط عدسة الضوء راح تنكسل في نقطة البؤرة وتنتقل إلى العين طبعا راح نشاهدها عن طريق عدسة يطلق عليها العدسة العينية المنظار الفلكي العاكس مختلف عن المنظار الفلكي الكاسر لاحظ هنا في العاكس حتى موقع العدسة العينية تكون في منتصف المنظار لاحظ أنه أيضا العدسة التي تجمع الضوء راح تكون عدسة مقعرة يعني محفورة بعكس العدسة المحدبة راح يدخل إليها الضوء فتينعكس أو ينعكس على المرآة وبعد ذلك نستطيع أن نرى من العدسة العينية طيب أين توجد هذه المناظر الفلكية؟ معظم المناظر الفلكية البصرية المستقدمة من قبل المتخصصين وعلماء الفلك توجد في مبنى خاص يطلق عليهم المرصد المراصد الفلكية موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية تتبع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عددها خمس مراصد هي مراصد البيروني في مكة المكرمة والبتاني في حائل وأيضا ابن الشاطر في عسير وابن يونس وصوفي في منطقة تبوك تتميز هذه المراصد بوجود قبة في سقفها يمكن أن تفتح هذه القبة ونشاهد الفضاء هناك أيضا مراصد في مناظر لا توجد في المراصد مثل منظار هابل منظار هابل يوجد ويطلق في الغلاف الجوي يتم التقاط بعض الصور ومعلومات وينقلها لاسلكيا إلى العلماء هنا على الأرض نأتي إلى المنظار الفلكي الراديوي ترسل النجوم والأجرام الفضائية كما ذكرنا أشعة كهرومغناطيسية منها موجات في حدود ترددات معينة ذكرنا أن الأشعة الكهرومغناطيسية ستحدد بطول موجي وتردد معين المناظر الفلكية الراديوية ستدرس وتلتقط هذه الموجات الراديوية تختلف الموجات الراديو عن الأشعة المرئية في أنها تعبر الغلاف الجوي دون أن تتأثر لذلك تستعمل هذه المناظير على مدار 24 ساعة في معظم الظروف الجوية تصل موجات الراديو إلى قرص مقاعر يقوم بعكس الموجات نحو لاقط موجود في بؤرة القرص حيث يوجد مستقبل يرتقي الأشعة ثم تحول إلى معلومات تساعد العلماء على تحري الأجرام ودراستها لا نستطيع رؤية النجوم في النهار لماذا؟ هل تتحرك في النهار وتختفي؟ لا لأن طوء الشمس هي أقرب وهي طبعا الشمس يعتبر من أقرب النجوم وأضخمها على مجرتنا فيجعل الغلاف الجوي ساطعا فلا يمكننا رؤية النجوم في وقت النهار طيب النجوم ممكن أنها تتشكل على هيئة مجموعات ويوجد بينهم مسافة فتغطيني أشكال معينة هذه المجموعات النجمية مثل الدب الأكبر أو كانوا تلقون عليه العرب القدامى بنات النعش الكبير، الدب الأصغر، النجم القطبي، سيفيوس، وذات الكرسي الخطوط الموجودة هنا بين النجوم هي خطوط وهمية في الحقيقة في السماء لا توجد بينهم خطوط لكن هذه الخطوط تساعدنا على عطائها شكل معين كانوا يستخدمونها العرب القدامى في تحديد الاتجاهات في معرفة استخدمونها في السفر لتحديد الاتجاهات ومعرفة الطرق هل للنجوم ألوان؟ نعم، النجوم له ألوان تشبه ألوان الشمعة وفتلة الشمعة في اللون الأزرق مثل لهب الغاز، اللون الأزرق رح يكون هو أعلى درجة حرارة بينما اللون الأصفر رح يكون متوسط درجة الحرارة واللون الثاني لهو اللون الأحمر هو أقل درجة حرارة إذا للنجوم ثلاث ألوان مثل ألوان الشمعة أو ألوان لهب الغاز أو لهب الشمعة الجزء الأزرق هو أكثر حرارة، الأحمر أقل الحرارة والأصفر متوسط الحرارة تختلف أيضا النجوم في أحجامها معظمها كبير وبعضها آخر صغير الحجم هل للنجوم حياة؟ هل تحيا وتموت؟ نعم النجوم في البداية يتكون من مجموعة من الغازات ومجموعة من الغبار الكوني يطلق عليه السديب عندما تتعرض لضغط وحرارة فإنها تنتقل لتعطيني نجم أولي مثل النجوم المجموعة النجمية اللي شاهدناها بعد كذا أيضا يتمدد فيغطيني نجم رئيسي مثل نجم الشمس ممكن أيضا النجم الشمس يحدث له تمدد أكبر ليعطيني نجم عملاق لكن العلماء يقدرون تحول الشمس من نجم رئيسي إلى نجم عملاق ملايين السنين ومليارات السنين نجم العملاق ممكن أن يحدث له انفجار فيعطيني قزم أبيض القزم الأبيض هذا رح يبرد ليعطيني قزم أسود غير واضح لا يطلق مننا أشياءها واضحة لنا النجم العملاق عندما يتمدد فإنه ممكن يعطيني نجم فوق عملاق النجم الفوق عملاق رح ينفجر ويتمدد ليعطيني نجم كبير الكتلة جدا كما نشاهد وهو نجم فوق مستحر إذا كانت كتلة جدا كبيرة فيعطيني الثقب الأسود أما إذا كانت كتلة صغيرة فيعطيني نجم نيتروني إذن النجوم تحتمد في كتلتها على تحويلها من شكل إلى آخر نأتي إلى المجرات ما هي المجرة المجرة هي تجمع من النجوم والغازات والغبار ترتبط مع بعضها البعض بقوة جاذبية المجرات أشكال بعضها إهليجي أي على شكل البيض غير مكتمل غير دائري زي مسار الأرض حول الشمس كما ذكرنا سابقا مدار إهليجي أو حلزوني أو حتى غير منتظم طيب المجرة الموجودة عليها الشمس وموجودة عليها الكواكب الثمانية اللي هو المجموعة الشمسية توجد في مجرة يطلق عليها مجرة درب التبانة هي مجرة شكلها حلزوني كما نشاهد هنا في الصورة تكون الشمس لاحظوا هنا الشمس على حافة المجرة لاحظوا موقعها تكمل الشمس دورة كاملة حول مركز المجرة هذا طبعا مركز المجرة تكمل دورة كاملة كل ميتين وخمسة وعشرين مليون سنة ولكي تتطورين بعض من عظمة الخالق عز وجل وعظيم قدرته وصنحه لهذا الكون الذي نعيش فيه فكري في حجمك على كوكب الأرض مقارنة بالشمس ثم مقارنة بهذه المجرة قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم طبعا هنا سؤال لماذا لا يمكن مشاهدة مجرة درب التبانة كاملة من الأرض فكري فيها يا صغيرتي لماذا لا يمكننا مشاهدة مجرة درب التبانة ونحن موجودون على سطح الأرض سرعة الضوء ينتقل الضوء بسرعة تقريبا 300 ألف كيلو متر في الثانية لا يوجد أسرع من الضوء في العالم أو في الكون أي أنه يدور حول محيط الأرض سبع مرات كل ثانية معظم المجرات تتحرك منتعدة عن مجرتنا لكن ضوءها يتحرك نحو الأرض بسرعة نفسها هناك ما يطلق عليها السنوات الضوئية تعلمت سابقا أن مسافات بين الكواكف نظام الشمسي تقاس بوحدة فلكية لكن مسافة بين المجرات أكبر لذلك نستعمل من أجل قياسها وحدة قياس أكبر وهي السنة الضوئية ما هي السنة الضوئية؟ هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة وتساوي 9.5 رليون كيلو متر تقريبا ما هو الكون؟ يحتوي الكون كما تشاهدين الآن في هذه الصورة على الكثير من المجرات يحتوي الكون على قرابة 100 مليار مجرة طيب واحدة من هذه المجرات هي مجرة درب التبانة التي تتواجد فيها الشمس وتتواجد فيها كوكب الأرض الذي نعيش فيه في هذا الكون الهائل الاتساع المكوم من النجوم والمسعر والثقوب السوتاء والمجرات والفضاء يسبح كوكب صغير جدا لا يعد كونه ضرة غبار صغيرة مقارنة بمحيطه الكون وهو كوكب الأرض ويعيد السؤال القديم الجديد طرح نفسه هل توجد حياة أخرى في مكان آخر على الكون؟